عقد بمدينة المكلة محافظة حضرموت جلسة عامل للتعاون والتنسيق بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية في الافتتاح أكد وكيل محافظة حضرموت المساعدة لشؤون الشباب فهمي باظاوي بأن السلطة المحلية أولت الشباب في كل القطاعات اهتماما كبيرا ولفت إلى أن هذا العام سيشهد اهتماما بقطاع التعليم الفني والتعليم الجامعي من خلال توفير حاضنات تعليمية وتأهيل السكنات الطلابية وقدمت في الجلسة ثلاث أوراق عمل تحدثت عن منظمات المجتمع المدني ودورها والمشاكل والصعوبات التي تواجه عملها وأوجه التنسيق والإشراف على نشاط المنظمات المجتمعية والمبادرات الشبابية وتعزيز دورها والمبادرات الشبابية وتأثيرها وأدوارها والمعاوقات التي تواجهها والدعم والمساعدة التي يمكن أن تتحصل عليه لتقوم بدورها على أكمل وجه في خدمة المجتمع وأوزع مشاركون في جلسة العمل إلى مجموعات أو وزع إلى مجموعات تخلى لها عدد النقاشات والاقتراحات والمداخلات للأوراق المقدمة وأقر تشكيل فريق لمتابعة مخرجاتها